فيما يتعلق بفيتوريا والشرط الجزائي تم الاتصال بمحامي وتحويل شرط الجزائي لمدة 3 شهور الخاصين بفيتوريا وخلاص الموضوع انتهى ما فيش اي مشكلة فيه خالص بعد ما الاتحاد او وزارة شباب ورياضة اوسط في فتوى قانونية بأحقية الراجل في شرط الجزائي وبعته الاتحاد المصري كاملا الاهل في تطورات جديدة في مفاوضات الاهل لحسم صفقة الجزائي زين الدين بالعيد زين الدين بالعيد طبعا اللاعب اتحاد العاصمة واحد من اللاعبين المهمين جدا ممكن النادي الاهل يدفع الشرط الجزائي هو عبارة عن 600 الف دولار وياخد اللاعب بس النادي الاهل مش عاوز يعمل كده عشان العلاقة الطيبة اللي بتجمعه مع الانديها في الجزائي رو منها نادي اتحاد العاصمة واعتقادي ان المفاوضات هتصل الى حل والرجل ينتقل الى النادي الاهلي تعالوا بقى اقول لحضراتكم خريطة النادي الاهلي الموسم القادم